لها السيء النساء المسلمات محظات لغاية ما جاءت بعد ذاك حركات التحرر من الاستعمار الكان في البلاد الإسلاميين وبعد ذاك جاء في مصر سعد زغلول سعد زغلول وكان نافن في جزيرة وجاءت واحدة يسمى صفية زغلول هي زوجته وسميت بصفية زغلول على الطريقة الأمريكية والأوروبية في تسمية المرأة باسم عائلة زوجها كويس وقام جاءبه على إنه إنسان بطل وإنه إنسان محرر للشعب المصري إلى آخر بعد ذاك يعني قام عمل تمثيلية لم مجموعة من الفاسقات والمجرمات لموا في ميدان يعرفه الناس الآن باسم ميدان التحرر ميدان التحرر دا تحرروا فيه من شنو؟ يتحرروا فيه في زعمهم الباطل من الحجاب الشرعي قاما لمن النقاب وعفصنه تحت وصفية زغلول مرقت الحجاب وعفصته معاين وبقي يصفقوا ليها ومن هنا بدأت يعني هذه الحركة السيئة بعد ذاك كان في مراكز بتاعة علمانية وماسونية من الأميرة نازلي فاضلي وغير وغير مراكز بينشر أن فوق الباطل وبقللا من خطورة التفسخ والتبرج والتعري وغير من الأمور المحرمة في الدين الإسلامي كويس؟ بعد ذاك بدت هذه الحركات ولما عمت العلمانية ديار المسلمين وغزت ديار المسلمين كان من مطالب العلمانية تحرر المرأة قالوا ديارين المرأة دي تتحرر تتحرر من شنوه؟ تتحرر من الدين تتحرر من القيود تتحرر من الحشمة تتحرر من الحياة زي ما حيجيك بعد شوية ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالمرأة يا أخوانا أمل الله كما أن الرجل عبد لله وكما أن العبد والمرأة الأمة مخاطبان بكلام الله سبحانه وتعالى وأنه يجب عليهما طاعة الله سبحانه وتعالى ولو وصل الإنسان إلى القمر ولو تعلم العلوم التطبيقية والدنيوية ولو ارتفعت مكانت في المجتمع رفتة ولو بيقى يتكلم بالإنجليزي فيمتا؟ في ناس بيفتكر إنه لو خش طيب أو هندسة أو تربية أو اقتصاد أو غيرها إنه تاني الواطمة بيشيله قول لك نحن ما ممكن يا أخواننا بعد دة تاني نرجع للوراء للوراء كيف يعني؟ قول لك يا خدينا في القرن السابع ده ما بينفع معانا اليوم هاو أنت تحررت وصلت وين وصلت الغرن الكم يعني؟ فده يا أخواننا كله ده كله من الباطل طيب السؤال اللي بيطرح نفسه ما هو غرط العلمانين من يعني الكلام حول المرأة وحول حقوقها مع إنه الإسلام زي ما حنعرف بعد شوية إن شاء الله حفظ للمرأة حقوقه كويس؟ ودى حقه وحفظ كرامته ورفع منزلته وجعلها في أعلى المنازل والمراتب كويس؟ يخربنا سبحانه وتعالى يكفي أنه ذكر صورة كاملة في القرآن باسم صورة النساء وهي من الصورة المدنية وذكر صورة في القرآن هي صورة مريم عليها السلام ومظاهر تكريم كثيرة جدا شاكيدا الشاعر قال ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال فلت تأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولذلك يا أخوانا الناس الببار العلمانين ديل إما ما فهمين العلمانية وإما ما فهمين الإسلام وإما ناس عندهم أغراط شهوانية دارين يقضوها عليش نحن خلوا كلامنا شوي كده صريح طيب أول حاج يا أخوانا العلمانية تريد معارضة الشريعة الإسلامية مثلا ربنا عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى كما في صورة آل عمران ربنا قال فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى ربنا قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إلى آخر كويس فربنا سبحانه وتعالى قال الذكر ليس كالأنثى العلمانين قالوا لا المرى والراجل واحد بل الشيوعين في أدبياتهم في الجامعات بيقول لك في الكولم بتاعهم مرى ولا دستة رجال كده بيقول لك يعني داري غيظونا زيادة نقول لهم قد يكون من الشيوعين صح كروسة من الرجال مبسأة أو مرى واحد لأنه عندنا المرأة المسلمة مكرمة ومؤمنة وموحدة لله سبحانه وتعالى المهم الإسلام يا أخواننا زي ما قال أستاذ محمد لما المتحدثة الأول قبل شوية إن يا أخواننا بيبني هذه الأمور على حسب على حسب أصل الخلقة والعدل ربنا قال وليس الذكر كالأنثى إحنا الآن في كله تطيب أسأل الأستاذ بتاع التشريح قل له الراجل والمرأة تكوينهم واحد ما في زول عاقل بيقول لك واحد الزول اللي بيقول الرجل والمرأة واحد ده إنسان ما عاقل يا أخوان وليس بإنسان سوي ربنا سبحانه وتعالى قال كده في أصل خلقتها هي والرجل لا يمكن أن تكون واحد ربنا سبحانه وتعالى خص المرأة بأمور وخص الرجل بأمور ولذلك أخواننا الواجبات في الإسلام والتكاليف والحقوق تبنى على أساس هذا الفرق العظيم الذي يقر به حتى العلمانيون المجرمون لشان كده في اتفاقية السيداء وهذه لا قاعدة قدامنا بعدين نجي نتكلم عنها برضو إن يا أخواننا العلمانين ذاتهم قاموا قالوا يا أخواننا صاحا نحن بندعو لتساوي المرأة بالرجل في جميع الأمور لكن قالوا في حاجات نحن لابد من حاجة يسمى التمييز الإيجابي للمرأة التمييز الإيجابي للمرأة كيف؟ هم قالوا نفس القدر من الأجور المرأة والراجل تدوم واحد سواء كان ميراث سواء كان مرتب سواء كان يعني غير من العطايا التي يستطيع الإنسان أن يتملك بها المال قالوا تساوم كويس؟ قالوا تساوم حتى في فرص العمل وحتى في الولايات العامة إلى آخر طيب قاموا جابوا حاجة سموها بالتمييز الإيجابي للمرأة معنا شنو؟ قالوا المرأة بطبيعتها وهي مثلا تكون موظفة أو طبيبة أو غيره أو غيره بيكون عندها فترة بتاعة رضاع بتاعة حمل وكذا وكذا قالوا لابد يدوها قالوا لابد يدوها لما يدوها إيجازة لابد يدوها مرتب ده تمييز طبعا ما في مساواة لأنه لو هو مساواة مفروض تجيب الحلة تكسيمه اتنين دي سيما شنو؟ مساواة القارورة تكسيمه اتنين سيما مساواة وهكذا مفروض برضو الراجل تعمل له ديها ديته إيجازة أربعين يوم برضو الراجل تدوه أربعين يوم ما مساواة؟ ما انت قلت كده انت قلت قايم على المساواة عرفتها؟ طيب ليه انتم ميزتوا؟ قالوا نحن ميزنا لأنه دي الضرورة بتاعت البشرية ضرورة البشرية يعني تقول ذلك طيب الإسلام ما قال لكم يا أخواننا المرأة ما زير الراجل ووزع الحقوق على هذا الأساس ما دهر ان تسمعوا الكلام له لغاية ما أسيادهم الغربيين قالوا إنه وليس الذكروا كالأنثى حتى بعد ذاكهم قالوا وليس الذكروا كالأنثى فالنازل بعارض الشرع جال صادق المهدي الزول القاعد من سنة 1930 قالوا وقد جاء ميلاده الميمون موافقا لميلاد المسيح لحكمة يعلمها الخالق الحكمة إنه ربنا يبتلينا ونحن نصبر ولو صبرنا إن شاء الله ربنا بزيد في درجاتنا زول غير النظم ما عنده حاجة وأفتكر وإن الحداثة كاستلاب والأصل كينكفاء والتحديث الصحوي والتأصيل المحدث وكلام فارغ ساكي ربنا قال قال الصادق المهدي في الجريدة قال مقتضيات ومتطلبات العصر تسمح بتساوي المرأة مع الرجل في الميراث متطلبات العصر متطلبات العصر شنو؟ إنه المرأة والراجل بيقى تقوتهم واحدة أو الراجل بيقى ضعيف زي المرأة شنوه متطلبات العصر؟ عشان بيقى في طيارة الطيارة دي ما حاجة بتمشي بها فوق وسيلة بتاعت نقلي بس إنه اتطورت ووسائل بتاعت راحة لكن ما في تغير في البني آدم ده ما في تغير التغير في شنو يعني؟ كويس؟ ولذلك الإسلام قال في كل زمان ومكان وفي كل أصل وفي كل عصر إنه أخوانا الراجل عليه والنفقة الراجل ينفق كويس؟ المرأة والرجل إذا ورثوا واحد يتوفى وخلى بيته ولده وورثهم قروش نحن بندي الولد سهمين والبيت بنديها سهم كويس؟ لكن نقول أننا فقط هذه البنت أو الأخت تكون على من؟ تكون على أخيها يا أخو متطلبات العصر دي والله المفروض نحن نرجع أول لأنه متطلبات العصر فيها صف فيها صف صحيح ولا ما صح؟ صف في البنزين صف في العيش صف في التنباك ذاته صف في التنباك أسيدي مش متطلبات العصر؟ كيف تقول تسمح بتساوي المرأة بالرجل؟ هل تستطيع المرأة أن تعمل العمل الشاق الذي يعمله الرجل؟ نحن بنناقشهم نقاش عقلي قبل نذكر لهم الأدلة الليلة أمشي شوف الجيوش والشرطة لو دارين يمسكوا لهم واحد مجرم كالتال كتلة بيجيبوا له بنات وفيها أولا دميكي ديل ذاتهم ما بيقبوا ما بشغلوا مباحس والله جد لو جابوا أدميكي ده بيتلب ذاتهم بيتخرج في متى الحاصل؟ ما بيقدر بيجيبوا لك زول عرفتها المجرم ذاته لما نعرف حاجة الجيوش والصوت بتاع الحرب يا أخفي رجال بيجي إنه عديل أمشي شوف السلاحة الطبي ده أنا إحنا دائما بنتكلم لك من الواقع ما تتكلم لي من بعيد زول تلقى العلماني بيصور إنه عايش كده في دنيا غريبة عرفتها ودار يملت دنيا طيور وأغاني إحنا جاء إنه بعد شيء أصبر له في متى؟ أمشي السلاحة الطبي ده بتلقى في ناس ضحوا بيروحهم عشان البلد دي تلقاه ماسك لي دوشكا ولا رباعي ولا ثناي لما انزهلل زهلل يقول ليك ماسكاو نفسيات ليه؟ لأنه البرنامج ده صعب ما بيقدر عليه إلا الرجال وما أي راجل ذاته بيقدر عليه عرفتها؟ فالمرأة ماذا الراجل؟ قال ليه لأمشي المحلات بتاعت الخلع خاصة ناس الهندسة المدنية والشغل بتاع التشييد والسدود والكباري والمحلة التي تتطلب قوة في البدن كويس؟ أمشي شوف الشغالين منه الصينيين البنولينة سد مروي وعالي عطبر وستيد وصانولينة عملوا تعليق خزانة الروسيرس فيهم مرة واحدة دماشيوعي ملحد لا يؤمن بإله ممكن يعبد القروش ما يؤمن بإله ليه ما بجيب المرأة تعمل في السدود وإنها تكون موجودة في الأحراش وإنها تكون قاعدة في الخلل إيه؟ لأن يا أخوان ده مبناسبة ولذلك العقل والفطرة والشرع يقول أن الذكر ليس كالأنثى أن الذكر ليس كالأنثى وما عندنا كلام القاضي أبشعيرات ده الإسم هو إسمعي البوب بتاع الحرية والتغيير جابوا زرينه جمحيطة زي البلق بتاع النور قالوا له إترايك شنو في الموضوع بتاع شهدت المرأة شهدت المرأة على نصف من شهادة الرجل قال ده طبعا هيكون كلام ظريف جدا إذا استطعنا إنه نجيب مرأة رئيسة قضاء وإذا كان قال بعض الناس يرى أن المرأة يعني لها شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل في بعض الأمور وما في ناس بيروا يا أبشعيرات الكلام ده ما بيروه الرجال ولا ناس ولا طائفة وإنما ددير رب العالمين هو طبعا غد يكون ما فتح المصحف ذات ولو لا قاو ذات يمكن يكون ما بعرف ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا عز وجل قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضونه من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى رفتها ذحكم رباني من رب العالمين سبحانه وتعالى طيب أيضا الغرض الثاني للعلمانين في تناولهم لموضوع المرأة وكذا وكذا إن أخوانا دارين يفكك الأسر وينشر الفواحش في المجتمع ربنا سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة ويتمثل ذلك في أمور أول حاجة يقول لك ندعو للحريات والمنهج الليبرالي ها شاكده بقول لك في الغرب الكافر وددرين العلمانين إنه الشاب أو الفتاة إذا بلغت طمنتاشر سنة بالقانون لا ولاية لأبيها عليها أبوها ما عنده على ولاية جبيل واحد من أخواننا مهندس مكانيكي جبيل كنا في المنطقة بيحكي لنا واحد ماشي لأخو أخوه اللي ودعمه في أمريكا بعدين لقاهم لقاهم قاعدين سأل عن بيته قال له والله البيت في الجامعة قام دقا للبيت قال له والله يعمك جاه البيت جاد مع البويفرين دي بتاعه تعرف البويفرين أسأل لو تلفدت في الكلية وما وصيك أنت تلفد بتشوف الموضوع ده ظاهر عرفته قال جو خاشي معاه وسلمت عليه وكده بالطرفة صابعة وخشت طوال جوه الغرفة حقتها قام العم سأل الأخوه قال له والله ما شاء الله يا أخي بيتك تزوجت قال له الحاصل شنو قام داك دنقر بعد داك قال له يا زول هوي دي عادات الناس في البلد دي عاداتهم الزنا وممكن انت لابو بعد ما داك يخش مع البيت والبيت تخش تدخلا راجل تدخله ساي في البيت وتطبل الغرفة تقول لك يا بابا جيب لنا الطحنية والله هوس دا دارينه للعلمانين وتمشي تجيب لهم تجيب لهم اتنين سندويتش دا دارينه للعلمانين الزلده طوالي قبله وسكت قلبية قال جابه السوداني توفى طوالي والله دا راجل رجالة انا ما لاقتني ذاته دا كتمت فيه وكتمة عجيبة ذاته دي رجالة والاخير انه مات بي رجالته دي يا اخواننا يا ناسي دارين مجتمعنا يحصل بالطريقة دي بيت بيتك احنا المجتمع السوداني ياخذ زمان المهدي المهدي بتاع الجزيرة ابا وده كذاب هم المهدي لكن انا دار اوريك انه الشعب السوداني دا في زمان كان عنده قيم يعني دا ظاله المهدي بتاع الجزيرة ابدا جدة صادق المهدي دا كذاب ساكت ما هو المهدي المنتظر وزل ظالم حرف وصوفي ومجنون ساكت المهم لكن كان فيه اخواننا فيه رجولة في المجتمع قال من ضمن البرنامج بتاعه المهدي لما انجب المهدي حقته قال المرأة التي ترفع صوتها امام الرجال تؤدى بالجل 27 صوت دا الزمان المهدي الزمان دا ابضال دا هلو جا خش الجامعات وشاف الشيوعيات وحات الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني يا انت مرأة ولا قندراني رفتا وطي تلقى حكاية تلقرده شالت نبقه خطت نبقه جدعت نبقه انا البحر اتخيل دي بت انا البحر الكبير انعبروني وانا الشوك الكتر انجرجروني وانا الجن اللي بيخلي الكوزي نوني دي بتعرسه انت هل دي اخواننا المطلوب من المرأة انها تبقى جن وتبقى كتير وتبقى لينا لعود دا المطلوب من المرأة دا قال ليك اللي بترفع صوتها بس امام الرجال تؤدى بالجل 27 صوت والله تبشي تلملك في واحدة علمانية تجيب لها خدار ناقص تشوت فيك كول انت لما الحلة كلها هوس ساكت يا ناس دا هوس فاطمة احمد ابراهيم ودي شيوعية ودي ارجى الراجل في الحزبة الشيوعية طبعا ارفتها قالت انا وحيي طالبة الجامعة التي تمسح على حذائها لا لاناقتها ولكن لكثرة مشاويرها يعني زي وزي الكريز بالليل لما انت انتهي بتغسيلها انت تهي من مشاويرك ارفتها وقالت انا وحيي طالبة الجامعة التي اذا جاءت امام اعين الحرص وضعت طرحتها على رأسها فاذا ترى توارت عن اعين الحرص قال يعني القت طرحتها على عاتقها لتواصل مسيرتها النضالية نضال بالطرح نستفيش شنو يعني الناس استفيدوا شنو يا اخوان ندي والله مظاهر ما بتشبهنا نحن كويس وزي ما قال لك اخونا محمد الحافظ البتة اللي كان جاباه في البرناج بتاع شباب طب وده البرناج اخواننا ما بيشبهنا المقدم بتاعه كاتف في صفحته انه بيفتخر انه انسان مثلي مثلي يعني بيفعلوا فوقه او بيفعل مهم مصائب طويلة مثلي بيفتخر عشان تعرف انه اخواننا الناس ده دارين يهدموا الاديان في قلوب الناس ويهدموا الشرف والعفاف في بنات المسلمين قالت انا لما نجي راجع الساعة اثنين بالليل حرص السواري ليس قالني ويقول لي انتي ماشا وين وجاي من وين يا اخو الغنماية لو المغرب ما جات حبوب تقول لك اولا دي شوف غنماية دي ماشاة وين الغنماية دي خليك من المرأة المكرمة ما يسألوها ماشا وين وجاي من وين يا اخواننا دي الدائرة مننا العلمانية ولذلك النازل يا اخواننا مركزين تماما في الموضوع ده طيب برضو اه ودي اده برنامج مهم جدا تسهيل يا اخواننا الزنا والحرام تسهيل الزنا والحرام في الاسر لما نجي زول يتكلم ليك عن انه انت حر في علاقاتك وفي انك تقضي شهوتك وفي انك علاقتك بينك وبين المرأة ما في مشكلة ما دام هي راضية وانت راضي ما في مشكلة ما في اي مشكلة عشان كده زمان التعليم المختلط ده تكلمه فوق الخواجات في المتوسطة خواجه سألوه في القطعة زمان بيقررها للناس في المتوسطة هل تتفقى او تتفقى مع التعليمات خواجه قال أنني تتفقى مع التعليمات لماذا خواجه؟ قال لأن خواجه لبرترون مختلفين لانحومة وزمان لبنز مختلفين لانحومة 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 خواجه لبرترون ميonstres المهم وكده وتلقاوا المكوى سيف والريحة وفي الحافلة لو ركب ما بيقعد عشان السيف ده ما يتخرب بيكون واقف شماعة جاي منا الكدرو شماعة رفتها والوديع من الفوق الضريف وتلقاوا كده وجاي في الجامعة ويتكلم ليه يتكلم في الجامعة باعتباره انه ودراق يعني مركب ليه وما كان ما حقته والله يجد اه زول خليك زي انا كده الله هديك ما تتكلف تتكلف مالك خليك زول عادي ما فيهاش داري عمال فوق الوط ظريف يعني كويس وتلقاوا يتكلم في الكلام وتلين فيه وبرنامج طويل جدا يخليك عادي لما يمشي الداخلية والله يبلبس شنو ما بشوفه زاته تلقا فرد يمين من بلد وشمال من بلد رفتها والفرشة ناسية في جيبه انا ما بفضح لك الجماعة الخلاطين ديلي شان ما تتغشي انت في متى الحاصل وتلقاوا الواحد عملك فوق الوط ظريف ومسغفاتي وكلام فارغ ساي يا ناس يا ناسي مكنة ما حقتنا مكنة دي ما حقتنا نحن الزول يا اخوانا يكون نجيز والبتة الجاملة الصباح طبعا بيكون عندها دولاب كامل حق بوهيات بوهيات رفتها ومصائب طويلة جدا رفتها وطبعا انا ذاتي انا متخيل انه لما نقول الكلام ده في بعض الشباب بيقول لي والله انت قديم ذاته انت قديم لانه في مصائب تانية رفتها يخلي درجة انه واحد ماشي مع واحدة تلقاهم يمشوا السوق دارين اختاروا لي بعض بتبقى لك شنو مرتك انت راجلة تلقاهم ماشينا السوق مع بعض دي كلها يا اخواننا الانفتاحية دي وعدم التعامل بالشريعة والحدود والمصائب التي جاتنا دي كلها من اسباب العلمانية والعلمانية بتاخد فيها النصيب الاعظم ودي اخوان احنا الكلام ده بيقولوا عشان المجتمع ده يحافظ على الدين وعلى الاسلام وانه يقول للناس الدين ماهو شي جاء الجبه والكيزان شانه يقول لك الدين ما دام جبه الكيزان خليناه لما الجبه والكيزان قبل ما ربنا يخلق عمر البشير ولا علي عثمان الناس ما كان بيصلوا ولا صورة الاحزاب ما في ولا صورة النساء ما نزلت فدي اخواننا الانسان يكون انسان حصيف طيب عندك العلمانين قننوا هذا الكلام في شكل قوانين ونصوص ودي اتفاقية سيداو اتفاقية إلغاء كافة او القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة طيب هنا في البندي رقم المادة رقم خمستاشر والمادة رقم ستاشر طيب قال تتخذ الدول الاطراف لما اتفاقية علمانية جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية وبوجه خاص تضمن على اساس تساوي الرجل والمرأة الف نفس الحق في عقد الزواج ده معناه شنو؟ معناه زي ما انت راجل لو افترضنا انه اخواننا في زول اهل ابو يمشوا معاوه او زول كلالة مقطوع اهلوا ماتوا كده ماش يتقدم لأسرة وما عنده وكيل والمأزون جاء يجوز لهذا الرجل ان يعقد يتم عقد الزواج لنفسه ده للراجل بيجوز ما فيه اشكال اما المرأة لابد لها من الولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بشنو؟ الا بولي ده نمر واحد نمر اثنين لا يجوز للمرأة ان تزوج المرأة ولا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها يعني الليلة لو في زول جلق بيتو قعد الى مع واحد في شقة او عمارة جسالة قال لا دمنه تقول له دمه راجلي راجلك من ظهريانا انا ما عارف انا ما عارف الكلام ده بيقى زوجي كيف عرفتا فبيبقى يا اخواننا ما في فرق بين الزنا وبين الزواج ولا واحد يوريني الفرق شنو شاكده النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الزانية هي التي شنو تزوج نفسها وده للأسف الشديد احنا مرة كنا شغالين في جامعة مدرمانة الاهلية جونا شباب قالوا لنا في دكتور شعبي تابع للترابي الترابي الكز الهالي قال انه بيجوز الزواج العرفي الزواج العرفي معنا شنو معنا واحد مجرم معنا واحدة مغشوشة اقطعوا لهم ورقة من النص ويجيب لهم اتنين بيزيانوس عرفته ودهك يقول ديك تقول زوجتك نفسي ودهك يقول قبيلته بعد ذاك يمارس معاها الحياة كأنما هي زوجته ده بجوز يا ناس مرة واحدة مشينا في جامعة من الجامعات الخاصة واحدة وقت عرفة الحكم الشرعي قالت طيبة هنا الزلداء أنا ما عندي الزلداء ما لابد أطلقه والحبل بتاعه شنو ده والله خيط ما عنده خليك من حبل خيط ما عنده ده زينة يا ناس فبغشوا كثير من الأولاد وبغشوا كثير من البنات وده الأكتر يغشوهم يا أخ هالزلداء لو راجل ونجيط ما يمشي ليه ليه ما يمشي ليه أهلك اللي يسأل من بيتكم ويمشي يتقدم عرفته والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة كان حقا على الله عونهم ومنهم الناكح يريد العفاف زلداء رعف نفسه ربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حقا من نفسه أن يعينه وربنا قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ولا يمضي كمان لا في عيش لا في حاجة لو دار تسويهم مناسبة تسوي لهم الرزبس وشتت فيه صلطة يضرب طوالي خليك زون نجيط ده لو صحيء ده لو صحيء الولد ده جادي لكن كثير من البنات مسكينات الأولاد يغشوهم وفي شبكات في الجامعات احنا الموضوع ده عارفينه شبكات الوحدة تكون تورطة في موضوع بتاعزينا تقوم تورط بقية البنات كلين ويغشوهم والودة والله يجادي وبيتزوج وكده هو أكبر مجرم تلقاه ديناصور قاعد في الجامعة له 12 سنة طبعا إحنا بس أصبر لينا إحنا جاين إن شاء الله البلد دي جاين ننجم ليك أي ديناصور قاعد في البلد دي ياخدت حاجز ليك محيل بتاع 700 برلوم البرلوم يقدم يخش طبب النيلين يقول لي لا مقعدك محجوز السنة الجاية تاني عيد تاني يجي 12 سنة وحي تلقاه قاعد خلط بس أنت وأنا من حقنا نفرح نطير زي الفراش تلقاه أنا صاقعة خمنا لا أنت يلقوك لأنا تلقاه قاعد رفت قاعد معاه زي دكتور العيون أنت راجل أي أمشي دق الباب يا أخ دق الباب أمشي تقدم له خليك زول عفيف علم البدي العفة والطهارة خليك أنت في شغلتك دي زو الراجل يا أخ زمان الجاهلين أهل الجاهلية كان فيهم وحدين بيسموهم أهل الغزل العفيف مع أنه حرام لأنه ربنا قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وربنا قال برضو عن النساء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان يعني عشيقات لكن بعد ده كان فيهم وحدين ما بقربوا للحرام الحرام اللي هو الزينة يعني وإلا كان عندهم محرمات تاني فدي أخوانا دي أخوانا مشكلة ياخد صباحي أنا جاي بي جاي بعد الصبح طوالي شارع النيل الواطمة ضوّت زي الناس جماعة قاعدين هناك في البحر جوه هناك جوه في البحر وبعد ده كده قبل ما نواصل في موضوعنا بتاع العلمانية والمرأة الناس يجي يقول ليك طبعا البلد دي ما قاعدت تتقدم وهي الفالح التشغل شنو هناك جوه البحر في شنو قاعدين تنتجوا صمغ عربي يا ربي ولا هناك في عربات قاعدين تمرقوا علينا ولا هناك قاعدين تهددوا في الأمن القومي الإسرائيلي قاعدين تسوي شنو هناك عبارة عن الجامعات للأسف الشديد بيقات عبارة عن معارض بتاع الزينة معارض ويتجي حفلات التخاريج الطالب الجامعي أنا بتكلم عن الجامعات كلها ما عن جامعة واحدة جامعات السودانية كلها عبارة عن حفلات بتاع التخاريج تلقاهم متكيف وينطط ويتخرج وكده وهسجم رماده ما حافظه ولا عارفه ما بيحضر محاضرات قاعدين معدلنا خلط ويجي يقول لك تندس لي يا فلان صح الله ما صح ما في تندس ليهم قاعدين جوا تندس ليك ليه ما تجي تحضر شهادة مزورة بعد داك تلقاهم في الامتحان ترس تلقاوا يتلفت تتلفت مالك في شنو في شنو دا الحال بتاعنا يا اخوانا والزولة اللي بيجي يتكلم عن انه الكفار تقدموا كده القداء الكفار يا اخوانا ما تقدموا عشان الكفر ولا عشان قلة الادب ناس كريد ديفيد ومين ما عرف ليك العواليق ديل والسوفة ها ديل ديل ما لقدموا امريكا ولا ديلة لقدموا اسرائيل ولا لو خشيت جامعة اوكسفورت ولا السيربون ولا جامعة هارفر بتلقى فيها سيفة جامعة لغاية ما في السودان من وصلنا مرحلة من السفة انه في فنانين باسم الجامعات ولا ما في في خش الكفار ديل جامعاتهم فوق الرقص ليه عندهم الرقص حرام ناس زي السلفين ليه ليه ما بيرقصوا لان اخوانا دا ما محلة عشان كده السوفة ها ديل عندهم محلة اسمه هوليوت تبشي تقيل ادبك هناك هناك بعيد اما الجامعة دي مكان بتاعلم المهم فده اخوانا ضياع للناس لا مستفيدين في دنيا لا مستفيدين في دين فده ده من الاشياء ده لنه فقال لك نفس الحق في عقد الزواج يعني انه يجوز للمرأة تزوج روحها ولو كان على غيري رضاء بها الفقر جيم من المادة 16 قالوا نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه يعني انه المرأة يجوز لا انها تطلق الراجل وده اخوانا حق المرأة قد يعتريها في اوقات من الضيق ومن ضيق النفس وعدم التحمل وكذا وكذا ما يعرف الانسان المتزوج طبعا كثير من الشباب قالوا ان الموضوع ده ساكت كذا وحاجة ظريفة والدنيا ملانة ورد وتلقاهم لا فين في عيد الحب 14 فبراير ونعمة طلع انه السنة دي وقع يوم جمعة وبنزيم ماف بفضل الله سبحانه وتعالى نصال الله انه كل يوم يقع يوم جمعة ويوم وفا بتعجزول كبير ان شاء الله في امتى فهوس ساكت هوس بس فما بجوز يا اخوانا كلام ده باطل ومعارض للدين ربنا قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ولان يا اخوانا الراجل بيستحمل وبيصبر مش لانه دفع مهري وكذا وكذا وبس لان يا اخوانا الزواج ده تم بشرف تم بمعرفة اسر في تعارف اهل ده بعرفوا اهل ده وبخشوا معاهم في المناسبات ويقفوا معاهم في الافراح وفي الاتراح رفتة وبيبقى بيناتهم في علاقات وتزاور واعانات والناس بتقف مع بعض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شنو شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اكرمكم عند الله اتقاكم فده الزواج كويس الراجل بعد ذاك بيكون محافظ على الزواج ولذلك يا اخوانا المرأة الحصيفة هي ذاتة ما بترضي ان يدعاك ده الزواج لانه الحالة النفسية اللي بتخش فيها المرأة لبعض الامور عرفتها نتيجة ليه حمل نتيجة ليه كذا وكذا بتخليها انه قافلة معاه امش هذا للناس المزوجين لما تجي بداية الحمل بتطلب طلبات غريبة في نص الليل تقول لك دايرة فتة يعني ان الناس وبالنهار يعيش ما تقول لك لا بس تجيب ليه فتة وتقول لك دايرة ليه دايرة ليه دومة تكون زيه وزي التفاح واحد لو جبتها ذاته لو لقيتها برضو تاني ما بترضي عنك عرفتها وكلام كتير دا بعرفه زولة المزوج فدي لو لو زعلت لو زعلت ممكن تطلقك في رغيف بس ما جبته تقول لك ابو فلام ما لك ما جبتها جبتها الصلاة ما فيها شطة طلقان بالتلاتة تفكك عكس الهوى يا اخواننا الدين دا ما رتب وما ادى الحقوق دي ساكن عشان كده مارجريت تاتشر طبعا احنا بنذكر الايات للطلبة والطالبات المسلمين والمسلمات اما العلمانيون والعلمانيات لا بد نذكر لهم كلام شيوخهم مارجريت تاتشر دي بتاعت منه؟ بريطانيا دي كانوا ما بدوها هل قرار بتاع الحرب في اوقات معينة لانه ممكن تدورها ساي تجيها زهجة تقوم تدورها معايزون فهي اي صاحب يقول لها اتي الملكة او الظريفة وكده وهناي لكن لما يجي الشغل بتاعويلها الحرب والشغل المحاصصة والشغل النجيضة ما بدوها لها طيب مسائل كثيرة يا اخواننا تريد العلمانية ونحن ذكرنا بعضها النتيجة شنو يا اخوان النتيجة ظهر لنا يعني بعد كثير من المسلمات عن دينهم اداء من المحرمات والعظايم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من اهل النار لم ارهما رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن مالعنات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم والعلم قال الغراب الأعصم الغراب لونه أسود والغراب الأعصم دل بيكون في منغار وفي حمار أو بيكون المنغار بتاعه أحمر وقال ده من الفصائل النادرة جدا في الغربان وهذا يدل على ندرة من يدخل الجنة من النساء بسبب هذه المعصية شكيد أخواننا المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى وما هو التعارض بين إن المرأة تكون محتشمة وتكون محافظة على نفسها وعلى أخلاقها وعلى دينها وفي نفس الوقت تكون متعلمة وتكون كارة دفعة كلها وتكون هي المبرزة في المواد وهي المتفوقة في دراستها أين التعارض؟ وهل إذا تبرجت الفهم بتاعها بتاع الفهم بزيد يعني؟ فذي أخواننا كلامه وتصور غير صحيح طيب كذلك أدي من آيات الله سبحانه وتعالى إن انتشرت الأمراض التي لم تكن معروفة في العالم عموما وفي العالم الإسلامي خصوصا ومصائب تاني واجانا كورونا وقبله صارس وحم البقر وانفلونز الطيور وكل ما مر ربنا سبحانه وتعالى أخواننا بابتلين بهذه الابتلاءات شأن نرجع وذلك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن قال وما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجع والطوعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا مصائب تجيق ذاته وهل في إنسان بيقدر يحارب رب العالمين ما بتقدر ولذلك الناس يرجعوا يتوبوا لله سبحانه وتعالى طيب قبل ما نعرف أو نذكر بعض المظاهر لتكريم المرأة في الإسلام وضع المرأة يا أخواننا زمان كان كيف طبعا العلمانين أسسوا البرنامج بتاعهم وفلسفتهم على الشغل بتاعنا إفلاطون وأرسطو والجماعة دي نشوف نظرة ناس إفلاطون للمرأة شنو وأرسطو لما نتكلم عن يعني المدنية والمدينة الفاضلة إلى آخر قالوا المرأة قالوا مخلوق تركته الطبيعة في الدركة الأسفل لسلم الخليقة طبعا معروف عن ناس الطيب والأحياء إنه لما تيتقسم المخلوقات ها لا فقاريات ولا فقاريات واللا فقاريات بتقسمها ليشنو؟ فيروسات وبكتيريا وديدان مفلطحة وإنه أصغر جزء في هذه المخلوقات الفيروسات قام فلاطون قال لك مخلوق تركته الطبيعة أسفل السلم بتاع الخليقة يعني تحت الفيروسات توجد المرأة ديل منو؟ ديل ناس فلاطون النصارى بيقولوا إنه المرأة زمان كان بمختلفين هل المرأة مخلوق فيه خير شر ولا مخلوق كل شر فقالوا المرأة هي مخلوق ولكنه شر ديل نظراتهم لا اليهود وطبعا ديل مجارما قالوا كلام كفري قالوا إن الله خلق أربع أشياء وندم على خلقها ديل اليهود قالوا إن الله خلق الشيطان وندم على خلقه وديل البلد ما فهمين اليهود ربنا خلق الشيطان ده من باب الاختبار والفتنة من باب الاختبار والفتنة ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملوا ربنا قال لا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه من باب الفتنة والابتلاء والامتحان قال وخلق الله العرب وندم على خلقهم طبعا دي شغل بتعنصري وقال وخلق المرأة وندم على خلقها وشرد شعبه المختار يعني اليهود يعني وندم على تشريده فاليهود بيظنوا إنه المرأة مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه وندم عليه زمان أهل الجاهلية كان نظرتهم للمرأة شنو؟ كان نظرتهم أن المرأة لا تركب فرسا ولا تنكي عدوا وما يخفى على الناس قتل المرأة في الجاهلية؟ ربنا قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ شوف الإسلام جاب حق المرأة منه صغيرة أما العلمانين بتكلموا عن المرأة في فترة معينة من حياتها زي ما قال العاطل ذاك عمر الزهور عمر الهنى لكن أسفل منه ما بيتكلموا لما تبقى عجوز ما عندهم بها شغلة ما عندها حقوق لما تبقى عجوز ما عندهم لا حاجة صغيرة ما عندهم لا حاجة عرفته؟ ربنا عظم على الناس قتل البنت الموؤودة من أجل خشية العار وربنا قال ليهم الواحد فوقكم لما زوجة تولد بنت ويتمعر وجهه ويكره هذا الذي أعطاه ومنحه الله من البنت ربنا قال ليهم دأ من قلة العقل ربنا قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ربنا قال ساء ما يحكمون شان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكره البنات فإنهن المونسات الغاليات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ثلاثا من البنات أو من رزق ثلاثا من البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن قال حتى زوجهن كن له سترا من النار شوف الدين ده كيف مش لحد يتحصل تمنتاشر لغاية مايستورة ويقف معاه كالرمى لكن دي دارة تمرك ساي زي ما قالت فاطوم أحمد إبراهيم الشيوعية قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها فإن الله لن يحاسبها وكمان بتفتي كمان شوف البلوة دي كيف قال لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك قالت المرأة لو زنت عشان تأكل أولاده ربنا ما بحاسبه لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك عرفتها؟ عشان كده المستقلين ودي العلمانين وشيوعين مرة إحنا شغالين في الغرب هنا قبل ثلاثة سنة جوش تغلوا جنبنا شاتوا شعر بيتكلموا بقولوا شعر عشان يلموا الناس بسموه كولين قالوا التحية لبايعات العرق والمريسة اللائي يمارسن بالليلة الدعارة فينجبن أولاد الحرام ونحن أولاد الحرام والله يجد أنا قلت لهم يا أخوان نزول أهلوا يتعبوا فوقه ويساهروا معاه ولما يجي سنة ثالثة يدوا الأكل وهموا تضيوا في العصائر وتجيب ليهوا الجبنة عشان يقدر يساهر ويقرأ ويجيبوا ليهوا الورق والأقلام ويخش الجامعة لحد هنا واتحلل يقوم يخشوا حيزي بيطلعوا لك واتحرام يا أخي أبوك ده جابك بالحرام قال قال فتنجب أولاد الحرام قال فنحن أولاد الحرام وعلى كيفك زي ما قالوا ناس الغانون الاعتراف سيدة لا دلة براك اعترف تبع المهم فده أخواننا كل كلام باطن عائشة رضي الله عنها في الرد على فاطم أحمد إبراهيم أم المؤمنين الطاهرة المبرأة الطيبة رضي الله عنها وأرضاها وعن سائري أمهات المؤمنين والصحابة قالت كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قالوا يا أمه دعروة بن الزبير دي خالت عائشة رضي الله عنها خالت قال يا أمه فبما كنتم تعيشون قالت على الأسودين التمر والماء مش ما في أكل نار ذاته يوليوه على الأكل ذاته ما في هل حمل الجوع وهل حمل الضنك والفقر هؤلاء النسوة الطاهرات العفيفات الطيبات هل حملهن على الوقوع في الفواحش بعدين نحن عندنا سؤال لنصطيب هنا في الكلية دي زولفا جران ما لاقي يأكل بيقدر إيمار الزنة ده سؤال كده لنصطيب جاوبوا لنا من ناحية طبية من ناحية كده بتاع السعرات حرارية والسعرة تساوي كده والبانبيفي وكده 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 والآخر والعيشة والفتة يا ناس دي الناس هلين يشيعوا الفاحشة بس يلعبوا على كثير من الناس طيب أيضا يا أخواننا المرأة في الجاهلية كان عندها يعني كان هناك اضطهاد للشرف اضطهاد عظيم كما قالت عيشة رضي الله عنها كان زواج أهل الجاهلية على أربعة أنحاء منها إن المرأة يدخل عليها المجموعة من الرجال فإذا أنجبت ولدا فإنها تلحقه بالذي تحب وبالذي يحمل الشرف والمال إلى آخر بل كان من زواج أهل الجاهلية إنه المرأة راجلة راجلة يقول ليها أمشي ليه فلان دا لأنه زول فارس أنا دار أجيب ليه ولد فارس فأمشي أرقد معاه وازني معاه يجيب ولد يقول لك يا سلامة الودة فاشل يا بفاخورة دا ما ولدك دا ما ولدك عرفته وده نفس الشغل اللي بيحصل الآن مش يخطروا قصو فيها كلهم في سودان واحد وده عندنا موجود واحد تلقاه ستة سنة يتزوج وما أنجب المجتمع للأسف الشديد ما بريح الزول دا بدل يقول ليها دعو الله وأمشي للأطبة وكذا وكذا يقول ليها زول هوي يقول ليكم كم سنة ما ليه ما عندكم أولاد وأنا ما عافية لك الأم تقول ليه ما عافية لك يا ناس دي حاجة من الله عافية لك كيف أنا الأولاد دي الخاتم في الجزلان دي حاجة رزق من الله تقول ليك أنا ما عافية لك كما مشيت للفاكي فلان الشيخ فلان الشيخ فلان يقول لك داير ولداي المرأة دي تخليها هنا يسبوع لأنه داير عزومة تقيلة والفكية ذاتهم بيقوا فكية زي ما قالوا يعني حاجة كده متقدمة الفاكي لو لقى المرأة سمحة بيقول لك دي داير عزومة أما لو لقاش هنا بيقول لك أنت دايرين بخرات ساية تخارجي الله عرفته وتطلع مصائب طويلة زي ما قال البرعي قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل كم أدى طفل من غير مس وتفل يعني قال عشان ما تقول الشيخ صعلوك وكذا قال لك الشيخ من غير مس من غير ما يقرب ليه المرأة دي ومن غير ما يدفل فيها يقرب ليها أدى ولد فتح الشير ولا شنو انتو بتلعبوا علينا نحنا دا كله أخوانا باطل وكذب وغير كده إنه كفر بالله سبحانه وتعالى ودي عقايد كانت سبب ذاته في انتشار العلمانية الطرق الصوفية دي ذاته ياخد زول زول إقرأ طيب هنا إقرأ طيب لما نعمل لهنا الضارات وإعمل بعد داك امتياز وبعد داك الامتياز عنده خدمة ونائب أخي الصاية وبعد داك أخي الصاية ويمشي زمالة وما عارف لك طباس ودانين وشهادة شنو بعد ما يسوي دا كله بدل ما يجو للزول دا الفكتة القلم له ثلاثة عروق في شوال والعروق مغبرات يقول لهم عندك شنيته واجع كلا هاي شيل العرق داك شاف العرق أزيل حربوية دا شيله وإتا أنا ليس كم سنة ما عرسته شيل العرق دا يا زول انت خرج وين دا خرج كلية الزريبة البرعي ما عنده أي موهل ما في زول بزالهم ذاته يا أخي في السودان دا كل فترة جريد تدار تجيب لنا الكلمة البتشى الناس صحب الله ما صح شيل ليه مسمار يتش واحد تاني بعض العضات يا زول اتا زول ولا كجامع يعض في الناس ما خلاليا سوداني ما عضاو كويس بعد شيء قالوا ظهرت شجرة في ومدرمان بتطلع موية الناس جروا عليها بعد شيء ما أعرف قالوا القبر بتاع عبد المحمود نور الدايم طلع موية كلام شرك وخرافات وبدع وضلالات ما في أي شيء بل أنها ذيل الحصوى الركباء في السودانين دي والله دي غاية الله أعلم تمرك بالهي مفروض الصوفية ديل لو في محاسبة من الحرية والتغيير اللي حاسبوا الصوفية ديل لابد الصوفية ينشئوا مستشفى متكامل بتعكلة وغسيل يخبي سففوا الناس التراب والكلام دي احنا ما بينقولوا حكوا لينا لأن احنا زمان قبل ما نعرف المنهج الصحيح ده كنا زمان بينامش بتمشي القبة ويدوك التراب وتسفي التراب والموية حقا تتسكن الدوايا نازل بيعرفوا الدوايا يكتب ليك محايا ويغسيلها ليك تجي انت تشربها فيها صمغ وفيها مصائب كتير جوه هنا بطنك دي تكون ملانة مصائب ارفتها والشيخ يبزغ ليك ذات الحاجة عفنا ذاته الشيخ يجي يبزغ ليك يقول ليك دي بركة وش ياب تلقى عنده تيبي ولا سل ولا أمراضة طفولة ستة انت تدي شنو هتا بركة شنو تدي الشيخ لما يمرض يمرض في توركيا ويمرض في الأردن ويمرض في غير إسبانيا والمسكين ده راجيو راجيو في المسيط يقول ليك والله أنا أنا عندي مرض الدكاترة قالوا ما بيقدروا عليهم هلاس فأنا ماشي لأبوي الشيخ وأبوك الشيخ ذاته تلقى طافعين جابينه من إسبانيا زي والدلائس منه أزرك طيبة أو زي البرعي مشى الأردن شغال شرك بالله قام عمل مصر المؤمنة قال بأهل الله نادى العباد بتعين الله وهما فاهم إنه ربنا عز وجل قال وإي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو نادى الرجال إبراهيم الدسوقي وسيد الشعراني ومين ومين بعد داك نادى النسوان لأنه شركه خيابة والسيدة نفيستي وازكر شعوانتي إلى آخر دا كل ما نفع قام قال هيا أبو التايا أحامد بعصايا تزيل الحصايا ومرت كلايا برضو ما زالوا ومات بالحصايا الفين وخمس يا زول أبو التايا إن جاتوا الحصايا دي بيتخارج مننا كدخل لي منه يزيلك انت شرك بالله سبحانه وتعالى فديل النوعيات ديل بيخلوا إنه العلمانين ينمو في المجتمع عرفتها؟ طيب من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة يا أخواننا إنه ربنا عز وجل ساوى المرأة بالرجل في عموم التكليف والإيمان ربنا قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه شنو؟ حياة طيبة في أصل التكليف وأصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأصل الأمر بشرائع الدين الرجل والمرأة على السواء ما مايز الرجل والمرأة إلا فيما يحتيه التمايز من ذلك إن المرأة ربنا سبحانه وتعالى خفف عليها الصلاة في أيام معينة من الشهر فإنها لا تصلي ولا يعد ذلك عيبا لما جاءت عائشة وأصابتها العادة فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وده فيه فوائد بعدين للجنين يتغذى منها وكذا وكذا ومسائل كثيرة المهم فده ما فيه عير يا أخوان لأجل هذا الضعف ربنا خفف منها شنو؟ الصلاة نمرة اتنين ربنا خفف منها الصيام المرأة لا تصوم في أحوال معينة والعلماء اختلفوا إذا المرأة عندها كم سنة مرة حاملا ومرة مرضعا كويس؟ ماذا تفعل؟ بعض العلماء أو كثير منهم يقول أنها تقضي بعد يعني بعد نهاية الشهر وبعض العلماء يقول أنها تطعم ولا تقضي والذي يطعم هو منه هو الزوج بيدفع شنو؟ بيدفع الطعم حق الزوجته إذا كان الحمل شوف الإسلام ده وده في ناس يقول لك فيه تشدد ما فيه تشدد قال لك إذا كان الصيام يضر بالحمل فإنه يجوز للمرأة أن تفطر ويطعم عنها شنو؟ ويطعم عنها زوجها أو وليها طيب كذلك وده مصهر زكرناه وقبيل إنه الإسلام يا أخواننا فرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات شان ما يجونا زول يقول لنا لا ساوي لما بنساوي لأن يا أخواننا العقل والفطر والواقع يقول بعدم المساوى كويس؟ يعني هاس الليلة لو جا بوكس قال أنا بما إنه ونحن في سنة 2020 والكيزان مش برة أفتكر إنه لابد يساووني مع الزيتواي ده البوكس على مستوى الدولة السودانية لو قال كده قال أنا لابد يشيله فوق ستة طن أو سبعين طن زي ما بشيله في الزيتواي سبعين طن بتقول لي ما بتقدر عليه لأن الخواجة قال لك أنت إثنين طن ونص تشيل سبعة طن كيف ما بتقدر كذلك يا أخواننا الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة كانت على أساس شنو يا أخواننا؟ على أساس هذه الأهلية وهذه الحقوق والواجبات طيب كذلك أدازة كرناو أعطاها حق الحياة وأعظم قتلها ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله في صورة النساء قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وهناك في صورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم في آية صورة النساء ربنا ذكر نرزقكم الوالدين قبل الأولاد وفي صورة الإسراء ذكر الأولاد قبل الوالدين السبب شنو؟ العلماء قالوا لأن في صورة النساء كان الفقر حاصلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني الفقر واقع أصلا أنت فقير ما تخاف؟ ربنا قال بنرزقك أنت وهم تبعليك وهناك الفقر ما واقع لكن خايف من الفقر ربنا سبحانه وتعالى قال خشية إملاق ربنا قال نحن نرزقهم لو أنت خايف من نفقة الأولاد ربنا قال نحن نرزقهم طمنك وإياكم فشوف الإسلام يا أخوان كذلك الإسلام أخوانا أعطى المرأة ما يناسب وظيفتها من الحقوق المالية أول حاجة الميراث ربنا قال في صورة النساء في أول آيب تتكلم عن الميراث قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا واجب كويس ربنا سبحانه وتعالى أفرد ذكر الرجال عن ذكر النساء وإلا كان يكفي إن ربنا سبحانه وتعالى يقول يوصي الله المؤمنين أن يعني يورثوا الأولاد والأولاد تشمل شنو الذكور والإناث لكن ربنا من باب التأكيد ولأن العرب كانوا يظلمون النساء ربنا سبحانه وتعالى أفرد ذكر النساء عن ذكر الرجال فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر لو جنيه بجوز إنه يبقى ميراث لابد ينقسم حسب ما ربنا أمر ونزل وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا حقه مفروضا واجب ولا كترخيرك وبعد ذلك الآيات تكلمت عن هذه الأمور طيب نمرة اثنين جعل من هذه المظاهر أيضا جعل النفق على الرجل من زوج أولي دي أخواننا اللي إحنا بندعوله والآن إنه الراجل يشتغل وإنت بتتحير بعد مرات يا أخواننا تلقى مجموعة من الأولاد قاعدين في البيت واحد تلقاه ماسيك ليه أورغان والتاني عامل فوقه حبيب ودهك عامل فوقه لعب كورة والتالت شغال نيجرس عرفتها؟ وشغل جايطة وأمهم مسكينة تقوم من الصبح زي ما قالوا صباح العمية على الكحول تمشي تشيت شاية وتمشي تشتغل أكل وتأكل فوقهم ودهي الراجلين مبطحين وأسوأ من كده تلقى إنه أمه شغال إليه وتدهيه عشان يقرأ جامعة عشان يجي يقيف مع أمه ويشيل البيت وتلقاه بيشيل قرش أمه ويمشي يكشر بيها ويمشي يخلط بيها قال لك الله ده ما دير جالي قاعد تلقاه تحب يا قرش أمك؟ ما تبقى راجل حب راك يا أخ حبتك الشكلوتة تحب لاش ننت أبقى راجل إتا أملى مركزك ده فدهوس كله يا ناس دهوس إنت مفروض المرأة دي لو كانت أم أو أخة أو عم أو خالة إنت تدقي فيها خلي عندك حرارة خلي عندك رجالة أكرم يا أخ ما تخلها تمرك ودي أخواننا النظرة بتاعت الدين والإسلام إنه المرأة دي غالية بعيدة بخدتها جوه هناك أسر الليلة زولة الليلة عنده حاجة غالية تلقى واحد تاجر دهب أو عنده بير في بورسودان ولا محل الدهب بتاعه ده بتلقاه جوه الغرفة دي والغرفة عندها باب نجيط وجوه الغرفة ذاتة بتلقى عنده شنو تلقى عنده خزنة والخزنة عندها مفتاح ما عنده زي غيره وفيه وحدات بصمة وحدات بأرغام وكده والغرفة ذاته المرأة ما بتخوش إلا بإذنه مرأة ذاته ما بتخوش إلا بإذنه لأنه حاجة غالية أما لو مشيت الحوش بتلقى فوق المكشاشة الله يكرمك والسرير بتاع الحديد بعض مرات التشط واقع والنعلات صح؟ لأنه دي ما مغيمة زي الجوه الإسلام يا أخوان النبي ينظر للمرأة إنها مكرمة وإنه ممكن الدولة المسلمة تقوم حرب مش الزل في عرضه ده ما منتهي ممكن المرأة المسلمة بسببها تقوم حرب عديل النبي عليه الصلاة والسلام أجل اليهود كيف؟ امرأة من المسلمين جات ولصايغ من اليهود قعدت عشان يعمل لا شيء معين لما انتملا شغولا واستلم حقه قام شال الطرف بتاع ملابسة وقام عقد لها في ظهر فوق فلما قامت انكشفت عورتها فقالت يا للمسلمين في مسلم قريب ما زي كتير من الجماعة الهسية لو شاف وحدة الآن مضطهدة قل لك أنا ما ليه ماله وكذا غير زاتا للأسف الشديد في كثير ما بنقول كله انتهت لكن في كثير من الناس انتهت والله كويس المهم قام طوالي جا كتل اليهودي اليهودي تلموا في المسلم كتلوا النبي عليه الصلاة والسلام طوالي قال لهم انتم نقطوا العهد ومرقوا بر المدينة لكن هستي لو في يهودي دار اعمل العملية دي اعقد شنو زاته شغل جايطة زاته كويس فلا بل عشان كده يا اخواننا الاسلام دي اخواننا حفظ المرأة طيب برضو ادى المرأة ودحق اشار ليهو اخونا استاذ محمد الحافظ انها ترفض الزواج من احد الناس لو واحدة هي ما دايراو يجوز لاينا شنو يجوز لاينا ترفض بل لو تم العقد رغما عنها فان لها ان تنقض هذا العقد تمشي المحكمة تقول انا زول دا ما دايراو وزوجوني لو بالغصب والقاضي طوال شنو القاضي طوال ينقض هذا العهد كما جاء في صحيح البخاري ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت اليه انها يعني زوجت من غير اذنها فالنبي صلى الله عليه وسلم خير لو شئتي يعني لنقض العقد فقالت لا ولكن ارادت ان تعلم هل هذا حق للمرأة ام لا فمن حق المرأة في الاسلام انه اخوانا اذا زوجت بالغصب يجوز لايشنو يجوز لايشنو يجوز لاي انها تذهب وتنقض هذا العهد وكذلك برضو اذا كان كثير من البنات دائرات الخير والعفة وكذا بيجي تقدم لين واحد الابو تلقاه يعني للاسف الشديد دائر القروش او دائر المال او تلقاه عنصري دائر قبيلة معينة او كذا يقوم يرفض الزول مع انه عنده كفاءة في الدين والاخلاق يقوم يرفضه فاذا كان الابو بهذه الطريقة كل ما تقدم زوج رفضه قال العلماء فانه يجوز ان ترفع ولاية بنته منه ارفعه منه طواله لانه ده ما رداها ليدين وده حيضيح حق البده رفتها وبعد ذاك تكثر الفواحش في المجتمع كثير من البنات دائرات الخير لكن في اباء ما بتعرف تقول بس تقول اللي لا الله يهديهم كويس يضيقوا عليهم وكذا وكذا لغاية من الوحدة اضطروها لذلك وده يا اخواننا ما يجوز طيب كذلك الاسلام يا اخواننا شرع حد القذف لمن يرمي المسلم بالبهتان فانه يجلد تمانين جلدة ويلم الناس كلهم قدام الناس يجلدوه وترد شهادته شهادته يردوه ويسمى فاسق حتى يتب زول مش هتكلم في عرض مسلمة فانه شنو يا اخواننا يطعم فيه لكن اذا كانت الحرة من بعض الظهر جات الجامعة حضرت لا لاب ولا محاضرة اولى وبعد ذاك مشت الشدر البي جاي مش يقطعوا في النجيل دي لمن بيغادي وبعد ذاك مشوا الكبري بيغادي نزلوا في الغابة دي الغابة التحت دي التحت كبري اللي سيما حبيبي مفلس ولا شنو دي قعدت وجه واحد رماب الزنا دا قد يدرأ انا اقول قد للتقليل قد يدرأ عنه الحد لوجود الشبهة لان دي قعد لا في محل بتعريبة محل بتعريبة تقعد في محل زي دكف ومصائب كثيرة عشان كده اخواننا من مظاهر التكريم ان الاسلام حد القذف او شرع ان يحد القاذف الذي يرمي البريئة الطيبة المسلمة بالفاحشة طيب والمحصنة طبعا المقصود باشنو العفيفة يعني طيب ذم الديوث الدين ذم الانسان الديوث يا اخوان والديوث هو الذي يرى المنكر في اهله فيرضى شاكد النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدا ومنهم الديوث وانا ما لقيت مثال للديوث زي ما لقيت الودة اللي كان يتكلم في الاعتصام ذاك اسمه منه البوشي البوشي قال الواحد قال لما يحب ليه واحدة قال احنا لابد نتخلص من العقلية الذكورية قال عشان البلد تتقدم لابد نتخلص من العقلية الذكورية قال انه الابو يسأل بيته ماشا وين وجايا من وين والاخو قال يقهر اخته ماشا وين وجايا من وين قال والحبيب يقهر حبيبته قال إذا كانت في الجامعة بتحب لها واحد قبله شوف الشغلة دي جايطة كيف ودي ذاته عندها كم قلب ذاته تحب لها اطناشر واحد وانت دي ده اربعاش نو ذاته قال قال يقوم مشاكلة لأنه كان بتحب لها واحد والله يا اخواننا مشاكل غاية مصايب مصايب عرفته فده قال قال لابد نتخلص من العقلية الذكورية دي ودي دياثة يا خزون لابد يا غار ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم شنو نارا وقودها الناس والحجارة النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه قاعد فقال يعني أرأيت للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيت رجلا مع امرأتي يعني أعمل شنو فلم ينتظر سعد إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما من باب التقدم ولكن من باب الغيرة قال والله لأضربن بالسيف غير مصفح يعني ما بضرب بالصفحة بضرب بالحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير من سعد والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطل فدي كله يا أخواننا مظاهر لتكريم المرأة المسلمة كذلك ونختم بذلك الحجاب الشرعي إنه المرأة يا أخواننا تلبس الحجاب الشرعي وطبعا مما نبدأ في الموضوع ده في واحدة بتقول ليك أها الوجه والكفين كيف كذي قبل نجيل الوجه والكفين البنطلون كيف حبيبي شطفني كيف وإتي مالك كسلانا كده بعد قلة الأدب كسل ما تشط في براك صابون كيمل يعني ولا مو يا ماف يا أخواننا التكسير ده حق الرجال ما حق النسوان أظن في وحدات فيه من الحديث غلط ها لبس الله سلم قال إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين اللي بيسموه عظم الشيطان ده قال وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار قالت الصحابية يا رسول الله إذن تنكشف أقدامنا قال يرخين شبرا قالت أيضا تنكشف الأقدام قال يرخين ذراعا ولا يزدنا يعني من هنا تقوم تعمل شنو ذراع من الكعب أو من نصف الساق تعمل ذراع ولا تزد على ذلك شوف الحشمة ده كيف كويس وده أخواننا من باب التكريم وإلا زول بيسأل نفسه يعني السلفين ده ما عندهم شهوات يعني ما شباب ما عندهم مواضيع ده لين يقضوها لو الموضوع ده لو الموضوع ده ظريف يعني ما بنعرف نخلط يعني قزازة بيزيانوس بس راس مالا والله الحرام ده انت قال شنو وحنك بس حنك سنين تمشي تحنك وانا مما شفتك قلبي فرفر والشمس خدرت هذا القلبك ده انت في كل تلفنونه جميل كذاب مجرم ساكن داري قضي شهوة فنحن بنقول الكلام ده من باب الغيرة لانه نحن بنشوف البنات ديال زي اخواتنا بنشوف زي اخواتنا دارين نحافظ على عراض شنكده يا اخواننا ربنا عز وجل قال يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين ولا لأي واحد من الشباب البتلقوا بيلعب بالعراض او لافي في الحدايق او ماشي قاطع كوبريتوتي ولا غيره لو ماشي سألته قلت لأ رايك شنو يدت الماشي معادي نزوجه ليك هسي قل لك طبعا انا لسا قعد اقره يا زول وانت وكد خلطة ما كنت قعد انتقره ما بيرضاه قل لك يا زول دي قاعد معي نبراي قاعد مع فلان وعلان والدفعة كله شليقة يقول لك اي زول بتقعد معاهم تتغشة ما بيزوجه البنات ما يتغشان يا ناس في النهاية الودة لو جاب ليه كوبة والله مصيبة سنتين كم شهر بيمشي الحي البعديهم بيزوجوا ليه لكن دي لو جابت مصيبة بتنكس الرؤوس العالية ابوها بشنبات داك التلقاه مصدر المجالس ونحنا الفعلو تركوه ونحنا اسياد البلد وانحنا ولابد نسويه والله والله لو بيتو عملت عملية والله الكيزاني لعبوا به يقول لات بتتكلم معانا نحنا يقول لات تتكلم معانا نحنا تا ظلمت لين مهلا كول لين بيتك رفتا يتورط يتورط دا كما رحله فات وخلى بيته وفي النهاية بغشها ما بيمشي معاه وهذا ليه المصائب يا أخواننا مالانا اسي بيقى في قنوات وجرائي ومجلات ومواقع في الفيس والواتساب يقول لك لحل المشاكل العاطفية لا لنشر الزنا والفواحش تقول ليه زمان في مجلة يسمى أو جريدة يسمى قودوني للنور صفحة يسمى بتاعة بنتي وهب يسمى قودوني للنور مجلة يسمى فتاتي ولا شنو ما بعرف ها سيمة شنو سيدتي عرفتها النازي متابعة ما شاء الله المهم تجيى وحدة تقول ليها أنا كان غشيني واحد في الجامعة وقال ليه إن شاء الله بعد تتخرجي بتزوجي كواوا إلى آخر وبعد ذاك لما مشى ليه أهله أمه عرست ليه بالتعم عملت ليه زا قدح كفرين سيستيم النظام غتي قدح كويس يقول ليها ها والحاصي شنو وطبعا يقول بيكتب ليها لن ننسى تلك الأيام القضيناه ودكينا المحاضرات وما كنا قاعدين نحضر والمعدل بتاعنا الدونة كامينزار وفصلي أولي وواوا إلى آخر وما خلينا حديغة وواوا إلى آخر وبعد ذاك طبعا انت عارفة هذه الحاجة الدغمائية ذات التفكير القطعي التي لا تعرف الأحاسيس والمشاعر وواوا إلى آخر في النهاية عملوا ليه نظام زا قدح كفر انسيستي غدت لي قدحي ها ديك توالي تشيل الجواب زمان واك وتكوريك وبعد النجوم وا وا وكل ما بحلة كل ما بحلة دي بعشية تلقى واحدة من صاحباتها من زوات الخبرة عرفتها القبل كده اتورطت تقول ليها والله أنا عندي ليك حل هالحل شنو والله في واحدة في مجلة كده يسيما بنتي وهب ان شاء الله بيتحل ليك مشكلتك تكتب لها من المعزبة الف نون واو زين امرة العربية عرفتها ولن ننسى تلك الايام وبتاعه هنا يغشانيه وحاجته ما بتعرفه الاحاسيس والمشاهر وكده وعرست له بتعمه الاخ الأخت بنتي وهب قودوني الى النور ديك بعد تقرت بدل تقود الى النور تقود الى الظلام تقول لا هذه التجربة الاولى وعليك بالتجربة الثانية تكون شغالة كده بس زي ساقي الجحة يا ناس ده كله حرام ده كله باطل ده كله هوس عرفتها فلذلك انحنا كلامنا ده بنذكره وبنخصص به اخواتنا الطالبات لانه نحن اخواننا عارفين مشاكل العراض دي مشاكل طويلة نحن عندنا هنا في السودان المشاكل دي بتجيب دم ولا ما كده بتجيب دم عديل مشاكل طويلة جدا فالاسلام امر المرأة بالحجاب الشرعي وده في ايات كثيرة منها من صورة الاحزاب قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا العلم قالوا الاية دي تدل على الحجاب من وجوه الوجه الاول انه ربنا حرم الدخول على ابيات النبي عليه الصلاة والسلام الا بالاذين ده نمر واحد نمر اثنين ربنا امر المؤمنين لو دارين حاجة من بعض نساء النبي ونساء النبي اطهروا نساء الارض صح الله ما صح وقلوب اطهر القلوب مش كده ازواج النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمنين شنو امهات والانسان ما بيظن او ما ممكن يمشي عقله لامه بشنو بشيء يتعلق بالشهوات ما ممكن ابدا كويس ربنا بعد قال واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وبعد ذاك ذكر للحكم علة قال ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم يعني اطهر لشنو لقلب الانسان واطهر لقلب الرجل ولقلب المرأة الحجاب شاكد يا اخوات الدين امر بهذا الحجاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده من موافقاته للوحي قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت نساءك ان يحتجبنا فانزل الله آية الحجاب موافقات غير على الاعراض كويس وده في اطهر مجتمع مجتمع لا فيه تبرج لا فيه سفور لا فيه غلال المهور لا فيه ريبة ناس بيخافوا الله يبكوا من خشية الله سبحانه وتعالى فكيف نحن يا اخوانا في هذه الاوقات مرة ماشيين ماشيين كردفان جينا بيشار عنين نزلنا من كبر المنشية بيشار عنين ساعة تقريبا اربعة صباحا قبل لازانة الاول لازانة التانية بين لازانة الاول والتانية لقينا عربية وقاف للشارع لما انقربنا فيشنو واططوا الامة لقينا بيتين معين ولد بيشاكل وينبزوا فوقوا واحدة فوقوا سكرانة واحدة من البيتين سكرانة وتنبز في الولد فيشنو يا ناس وديل قعدات لاسي ما عندن وليان ها والبلد دي ذاته ماشي على وين وهلي اخوانا قالوا ليه منو عشان نحن نتحضر نتعرى عشان ازول يبقى متحضر ويبقى مثقف وانو يتقدم يتعرى فده كلام باطل وموضوع طويل والادلة في ذلك كثير منها ايضا 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 وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن والغريب انه الايات والصورة دي قررون لها في تالتة ثانوي ها ده الشيء الوحيد القدر كيزان الكيزان يدخلوا يستفيدوا منه الناس وبعد ده جاي الناس القرائي ومحمود محمد طاها والعلمانين قالوا نحن دايرين القرآن في المنهج ده نشيله بره ونجيب للأولاد المسرح والموسيقى والرقيس هس الرقيس داير له تعليم زي ما قالوا أهلك العرب الرقيس مو فراسة قلت حيا وين في ناسه يخ واحد قبيل قال لي في واحد كده في جماعة شوف شوف زاته نحن حصلنا ياته مراحل في الغونة قالت القوان في الحفلة بعد وشا يشيله كرسي ويرقصه وواحد وراني صورة شالين كلب عرفتها يا ناس يا ناس دا شنودة مرة قريت ومرة يرفعوا لهم كلب ومرة رافعين قالوا حمار وهوس كتير واحد واحد قبيل برضو قال لي أنا دار أوريك حاجة زون نحسبه فيه غيرة قال لي والله أنا أنا كنت بعز في أورغان قال لي قال لي والله مما سمعت إن حرام خليته قلت له والله يجزاكر الله خير قال لي يا أخي في واحدة ظهرت بتحليك حلاقة بتاعة الرجال وتقف قدام الناس وتقول كلام الراجل اللي مرته ما يقدر يقول أخواننا دا مجتمع شنو دا وليه وفيش نوزاته وده شنو يعني وهل الإنسان كده بفرح يا أخي نازل في العقد قالوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده قال زوجتك وده قال قبيلته انت قبيلته على على شريعة النبق ولا على شريعة النبي عليه الصلاة عشان كده بتلقى بعد شهرين المشاكل دورت ارفته والشغل جاط ولذلك يا أخواننا الإسلام حفظ هذه الحقوق وكرم المرأة وفتح لابا بالتعليم خير علماء الصحابة أو من خيري ومن أعلمي علماء الصحابة عائشهم والمؤمنين رضي الله عنها هل مرقت واتبرجت حاشاها رضي الله عنها الطيبة الطاهرة المبرأ النقية وهل كان ذلك من أسباب أن ينقص علمها قال عروة ما سئلت عائشة عن شعر أو لغة أو فقه أو حديث أو تفسير أو طب إلا وجد عندها فيه علم رضي الله عنها وارضه شوف الكلام ده كيف ما بيمنع يا أخي العلماء شيخ الإسلام ابن تيم يا رحمه الله من شيوخ مرتين عالمات فاضلات مؤمنات معلمات خيرات دينات حافظات للقرآن المشكلة وين يعني كويس إذا كان العلمانين بيقول لك وراء كل عظيم امرأة طبعا العلماني قاصد بها إنه شاشا كابور وراء وحدة عرفته ده قاصد بها العلماني لكن المقصود يا أخواننا إنه وراء كل عظيم امرأة إنه أي عظيم أنجبته امرأة وربته امرأة البخاري رحمه الله كان يتيم ربته أمه الإمام مالي رحمه الله كان يتيم ربته أمه كان بتقول له يا مالك اذهب إلى ربيع شوف الوصية حقا الأم لما تبقى نجيضة لكن أسأل الأم تلقى فاتحة واتصاب والشافع دخل الدين في الكبس بتاع الكهرباء كويس ولا خش في حلة الملاح وهي تشخد تشخد وتشخد وكلام فارغ كويس توصيه تقول له يا مالك اذهب فتعلم من أدب ربيع قبل علمه وأمه وأم الإمام مالك تمسكه تمسكه الإمام أحمد وتلبس العمة وتجهز للعلم كويس وتقول له اذهب فإن رأيت العلم يؤثر فيك وفي مشيك وفي هديك فهو خير وإلا فلا تتعب شوف شوف النسوان ديل كلامين كيف الإمام الشافعي أمه جادبه من فلسطين من فلسطين جابته لبلاد العلم العراق تعلم العلم وصار هو إمام الدنيا رحمه الله الإمام أحمد قال له واحد قال له إن أردت الفقه فالزم ذنب بغلة الإمام الشافعي قال له لو دار الفقه مش تقعد معاه بس أمسك الظنب البغلة بس بتبقى فقيه والمقصود إنه إنسان فقيه ومتعلم الوصل لنا إمام زيدل إمام الشافع منه امرأة كويس الصحابة الزبير بن العوام كان يسمى بحواري النبي صلى الله عليه وسلم دار النسوان يمرق لنا ناس زيدل ما يمرق لنا وليدا من المغرب تلقاهم ودسي قابل أخواته ني ثم تظهر هذه العلامة يسمى شنو نسميها شنو النيويية ولا بقول لها شنو تظهر لما يقبر كبير والله بعد مرات فيجي أمعاد تغضى البصر عن سورة الجامعة ذاته خليك من الجوة كويس الإمام الزبير بن العوام رضي الله عنه أم صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يعني الزبير بن العوام تشد عليه وتعلمه لغاية ما بيقى الزبير الراجل صفية قالوا لما نجوا اليهود اليهود لما نجوا في غزوة الأحزاب وكان الصحابة كلهم في الخندق قدام ما كان في جبهة ديمقراطية هناك ما كان في شيوعين وعواليق ما في الناس كلها قدام عرفتها؟ جا واحد من اليهود دار ياخد نظرة من قصاد الطاقة طبعا كويس؟ قال فأخذت صفية عمودا عمود بتاع خيمة قال طقته به وجابت لك خبره شوف الشغل ده كيف أسماء زوجها الزبير وولد عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ده من رجالته واحد من العلمة قالوا له أذكر لنا الشجعان كان صحابي وكان عالم وكان مجاهد كله كان فيه رضي الله عنه وارضاه قالوا له أذكر لنا الشجعان ذكر مجموعة من الناس فقيل له وأين عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير وين؟ قال لقد سألتموني عن الإنس ولم تسألوني عن الجن قال ده نعم نقدر عليه عبد الله بن الزبير أسماء كانت بيدخدته فوق في راكوبة وتولع له تحت الحطب هو صغير لغاية ما الدخان يجي في عيونه عشان يبقى زور راجل لما انجل حجاج قتلوا وصلبوا وجاء يعني يذكر هذا الكلام لأسماء رضي الله عنها وقال لا إنه ولد كتلناه وصلبناه قالت له وَمَا يُضِيرُ أَشَّاتَ سَلْخَهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا هو بعد ده ما التاني عمله أي حاج وإنما أعددته لهذا اليوم شوف الشغل تربية صحيح ونحن بنقول إلى الآن في مسلمات بربا تمام وبيمسكن أسر نعرف نساء راجلة يتوفى أو مغترب والله يتلقى أولاده ماشين زي السيف موجود ده نحن دائرين يا أخوانا لكن لما نتجي تربي تربي لك تربية ذاتة تربية عجيبة ذاته ده ينفعنا بشن يا أخوانا صلاة الصبح بيش أنا بات وخايف والله يجد يا ناس الناس ترجع لي دينا نحن كمسلمين نحن كمسلمين ما بنرجع لي قوتنا إلا بالدين كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ربنا بذلنا كل ما نبعد من ديننا وكل ما نرجع لي ديننا ربنا سبحانه وتعالى بيعزنا ويقوينا ويفتع علينا ويأيدنا ويسددنا هذا هو المطلوب من الناس لعلنا أطلنا الكلام وفيما ذكر غنية وكفاءة إن شاء الله